نشاط بتاعنا زي ما احنا شايفين اصنع دايرة كهربية خلي بالكم ده البحث اللي احنا عملناها مش كده في الحلقة اللي فاتت او اللي قابليها اخدنا درس بتاعنا وشفنا يعني ايه اعمل دايرة كهربية هنا بيقول اصنع دايرة كهربية كل نشاط تفاعولي يا ولاد دايما بيبقى معاه المعلومات اللي بتعرفني انا هعمل ايه في داخل النشاط فبيبقول ايه هنا بيقول ما المواد التي تحتاج اليها لكي تضيء مصباحا كهربيا من عشان اضيء مصباح كهربي يبقى انا محتاجة ايه بالزبط كده اصنع دايرة كهربية انا متأكدة ان كلكم هتقدروا تحلوا كل مستويات التحدي ها دلوقتي بقى جاهزين يالله بينا زي ما احنا شايفين انا دخلت جوه النشاط التفاعولي بعد ما اخدت التعليمات بتاعتي كل اللي قدامي زي ما احنا شايفين الصورة الكبيرة دي ادي مصباح كهربي زي ما احنا شايفين والمصباح الكهربي ماله اولاد متصل بطرفين من الاسلاك هادي طرف اهو وهادي طرف هناك بس ملاحظين حاجة هنا اه انا ملاحظة معاكم حاجة ان دي دايرة كهربية صح فيها مصباح وسلك وبطارية ولكن الدايرة بتاعتي مش مغلقة واحنا اتفقنا ان عشان المصباح يضيء لازم يبقى عندي دايرة كهربية مغلقة طب هنعمل ايه شايفين حاطتلي هنا مجموعة من المواد ايه وعتنسة انت هتركز مين المواد المواصلة ومين المواد العزلة وهعرفها لما المصباح يضيء يبقى دي مواد مواصلة لم يضيء المصباح يبقى مواد عزلة طيب هتركز على ايه كمان هركز على اهمية المواد العزلة يلا بينا نشوف كده ايه دي قطعة من الخشب عندي فرشاه لتنظيف انبوبة الاختبار عارفين الفرشة السلك اللي بننظف بيها الازايز ليه عنده ماما طبعا في المطبخ عندي قطعة من الخشب واعتقد ان من هذه المواد اللي موجودة وزهرة قدامنا في النشاط التفاعلي بتاعنا كنا استخدمناها في البحث العملي عندي كمان مصمار مصنوع من الصلب يعني معدن ها خلي بالك طيب عندي ايه كرة من القطن عندي كمان معلقة من البلاستيك تعالوا نشوف بقى هنختار كل واحدة من دول ونخليها داخل الدائرة هاغلق الدائرة القهربية بتاعت دي بأحد هذه المواد هاخد موضوع هاخد من عندي الخشب شفتوا الخشب راح فين ها واخدين بالكو أغلق الدائرة القهربية والطرفين اللي احنا شايفين ماشبكين كده وجيت وصلتهم ايه اللي حصل هل المصباح أضاء ما أضاءش طيب هجرب مادة تانية ولتكن المصمار من الصلب واخدين بالكو ايه اللي حصل ها حصل ايه قال لي النتائج بتاعتي المصمار من الصلب تسبب في إضاءة المصباح الكهرابي ها واخدين بالكو هنا بيقول ايه وانت بتلعب اللعبة بتاعتك ادي مصمار ممكن انا قبل ما اروح للإجابة بتاعتي اروح ايه لزميلي كده بصوا كده هرجع تاني هو خلي بالك التحدي بيني وبينك تفتكر لما حط المصمار اللمبة بتاعتي هتضيق ولا مش هتضيق يروح زميلي على طول يسأل يقول لي هو معدن ولا خشب ولا بلاستيك فقول له لا ده من المعدن يقول لي طب تعالي نجرب تعالي نجرب اهو حصل ايه في المصمار الكهرابي المصمار الكهرابي اضاء وبيديني لما دوس كده بيبانوا كويس اوي واضح وبيديني نتائج اللي انا عملتها ايه النتائج قال لي مصمار من الصلب المصمار بتاعي مضاء نتائج الدائرة قال لي اه النتائج بتاعتي انت كانت عندك الدائرة مفتوحة وما كانتش مغلقة اصبحت مكتملة ومكتملة بجزء معدني سمح بمرور الطيار الكهرابي فهنا اقدر اقول المصمار المصنوع من الصلب او المعدن هو مادة كهربية او مادة موصلة للطيار الكهرابي وده اللي هو قال عليه يبقى لما جي اختار اختار موصلة تعالوا نرجع ونعمل اختيارات تانية ده تحدي بيني وبينكو خلي بالكو طيب انا هختار هنا معلقة من البلاستيك وهكمل بيها الدائرة الكهربية المفتوحة اللي هنا اهيه طيب تعالوا نشوف كده مضاقش وهنا كمان لما عملت اه روح للنتائج من خلال النشاط التفاعلي لقيت ايه المصباحة غير مضاق اه انا سمع حد بيقول لي طبيعي يا ميس ما يدورش طبيعي ان هو ما ينورش مش المادة اللي مصنوعة او اللي انا كملت بيها الدائرة من البلاستيك يبقى هينور ازاي احنا عرفنا ان البلاستيك من المواد العزلة تعالوا بص على النتائج معلقة من البلاستيك ملعاقة من البلاستيك غير مضاقة غير مكتملة مادة عزلة حلوة قوي يعني انا كده لو جيت قلت لك كارن ما بين المصمار اللي استخدمته اللي هو مصنوع من المعدن وما بين المعلقة اللي معمولة من البلاستيك تقدر تقول لي ايه يعني تقدر تقول لي الفرق ما بين المواد الموصلة والمواد العزلة حلوة قوي طيب هاختر اخر حاجة مع بعض ونعملها هنا كده قطعة من النحاس والنحاس هو كمان معدن ده احنا كل الاسداك الكهربية المصنوعة مصنوعة من النحاس قامت غطية من البلاستيك عشان تحميني زي ما احنا قولنا ولكن شايفين ايه اللي حصل المصباح الكهربي اضاء تعالوا نشوف النتائج بتاعتنا شكل حلو على فكرة اوي هو مضاء كده طيب يبقى قطعة من النحاس تحدي بتاعك ايوة قطعة من النحاس اصبح المصباح بتاعي مضاء اكتملت الدايرة الكهربية بالقطعة المعدنية اللي انا حطيتها اللي هي جزء من النحاس وبعد كده اقدر اقول ان النحاس من المواد المواصلة انا اقدر اوصل معاك ودلوقتي الى ان انا عندي استخدمت حاجتين مواد عزلة واستخدمت حاجتين كمان مواد ايه مواد مواصلة استخدمت المصمار من الصلب مادة مواصلة لطيار الكهربية واكملت الدايرة الكهربية فكانت تسمح بمرور الطيار الكهربية لمبة نورة عندي كمان قطعة من النحاس عملت نفس اللي عملوا المصمار من الصلب طيب قطعة من الخشب والبلاستيك اللي اتنين وصلت بيهم الدايرة الكهربية واصبحت دايرة مغلقة ولكن فيها جزء غير موصل اللي هي فيها المادة العزلة يا طرى بقى دلوقتي وبعد ملعبنا التحدي هنقدر نجاوب على سؤال ايه اهمية المواد العزلة طبيعي او اعتقد ان احنا كلنا لاحظنا انه عند استخدام المواد العزلة داخل الدوائر الكهربية زي اللي احنا لاحظناها دلوقتي ان كل مرة باستخدم فيها المادة العزلة المصباح الكهرابي بتاعي ما بينورش تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الان